اشتركوا في القناة ان البطولة دي بتأكد على مكاسب في منتها الاهمية لانه اللي فات صعب واللي جاي احتمال كبير جدا يكون اصعب خليني اكلم حضراتكم على فرقة بمجرد ما بتقفل بطولة كاس العالم بتفتح بطولة دوري الابطال ويبقى الاهلي هو المرشح الاول والمرشح الابرز باذن الله لتحقيق لقب تشامبيونز ليج ثالث على التوالي بس خليني اقول لحضراتكم انه بالدليل القاطع البطولة دي اثبتت حاجة في منتها الاهمية انه الاهلي لفترات كبيرة وعلى الرغم من نجاحات كبيرة جدا حقاها وبطولات والقاب جديدة ضفها لدولات بطولاته في الموسمين الاخيرين اللي انه واجه مطاب صعب جدا كان متعلق بالغيابات اللي كانت بسبب الاجهاد في اوقات كتيرة جدا وبسبب الاصابات وتأثر خلينا اتفق انه الاهلي تأثر وخصوصا في البطولات المحلية وبطولة الدوري على وجه التحديد بموضوع الاجهاد وتلحم المباريات والمواسم وده ادى لفقدان الفريق لنقاط ما كانتش عدد من النقاط ما كانتش في الحزبان البطولة دي اكدت على ايه اكدت على انه الاصعب السنادي وانت عندك طبعا كم من المباريات يعني الاهلي هيروح من افريقيا يرجع للدولي ومن الدولي يروح لأفريقيا وكذا لغاية لما الموسم ينتهي فبالتالي البطولة دي قالت ايه البطولة دي قالت انه حتى في وجود غيابات وصلت في مرحلة من المراحل لأربعتاشر نجم كلهم نجوم كبار وكلهم مؤسرين وكلهم أساسيين نجح الاهلي في انه يتخطى عقبة مونتري المكسيكي ودي كتت عقبة صعبة جدا وما كانتش في الحزبان حتى اكتر الاهلوية فأولا انك مش بس تكسب مونتري لكن تقدم كمان العرض القوي ده في ظل الغيابات دي كلها وحتى في مواجهة الهلال اللي تكلموا عليه وقالوا انه مدجج بالنجوم وصفقات مش عارف تجاوزة العشرين مليون دولار ولعيبة مش عارف من الدولة الانجليزي من واس برومتش ولعيبة من الدولة البرتغالي زي بورتو البرتغالي والكلام ده كله نجح الاهلي في السيطرة على الهلال وتحجيمه من الدقيقة الأولى للدقيقة الأخيرة ولما تبص الفرقتين النادي الأهلي في المباراتين دول تلاقي انه الأهلي تقريبا لعب بفرقتين مختلفتين وده يطمن اكتر على اللي جاي لانك انت ان شاء الله بداية من يوم الجمعة اللي جاي هتفتح ملف دوري الأبطال بمواجهة هتكون صعبة وهتكون مع فريق على ملعبه فريق صعب فريق الهلال السوداني مباراة تكون ان شاء الله بداية التتويج بالنجمة الحداشر في تاريخ النادي الأهلي هنتكلم مع حضراتكم على مواجهة الأهلي اللي جاي هكلم مع حضراتكم على الغيابات اللي يمكن الحمد لله في أسماء هتبتدي ترجع بداية من مباراة الهلال لكن هتستمر غيابات وإصابات اللاعبين وهنتكلم فيها النهاردة خلينا نفتح ملف أفريقيا وفكر حضراتكم بسؤال حلقتنا الأخير فيما يتعلق ببطولة كاس العلم للأندية مين أفضل ثلاث لعبين في مباراة الأهلي والهلال الأخيرة الحقيقة يمكن من المطشاط اللي أنا بتابع نتائجها يوم بعد يوم أو تصويت حضراتكم يعني على الأفضل في مباراة الهلال بلاقي الحقيقة تنوع كبير جدا في كل المطشاط بيبقى فيه ثلاث أربع بالكتير أوي خمس أسماء بتتنافس على المراجز التلاتة الأولى لكن المباراة دي لغاية اللحظة اللي بكلام حضراتكم فيها لم يحسن فيها مركز واحد واختياراتكم كبيرة جدا ومتنوع جدا تقدر تقول أنه تقريبا العشر أو وحداشر اسم من العيبة اللي لعبة المباراة حضرة في اختيارات الجماهير هنفتح التصويت ليوم واحد أخير وبعده نعلن مش بس نتيجة مباراة الأهلي والهلال لكن هنعلن الأفضل في مشاركة الأهلي في بطولة كاس عامل أندية طبقا طبعا لأراءكم ووجهة نظركم على صفحاتنا على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر انستجرام في انتظار طبعا أراء حضراتكم نبدأ مع حضراتكم حلالة النهاردة بالأخبار والعنوين الأهلي يلبي طلب المريخ السوداني واستضيف مبارياته في دوري الأبطال والجهاز الفني يلغي تدريباته اليوم ويبدأ الاستعداد للهلال السوداني غدا الغيابات سبعة عن قائمة الأهلي أمام الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا واتحاد الكرة مباراة منتخب مصر والسنغال بحضور جماهيري يتخطى أربعين ألف مشجها على عهدد أثلاتيك ليفر بول سيتأثر سلبيا حال تمديد عقب محمد صلاح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لكن الحقيقة من ربوز الكرة المصرية حقيقة يمكن مشوار طويل جدا من العطاء لما تبص المشوار ثابت البطل الله يرحمه وتجد الحقيقة قيم مش عايز أقول افتقدناها لكن الحقيقة يمكن ما كانش موجودة وما كانش واضحة قوي في زمن ما كانش فيه الاحتراف هو اللغة السيدة حالة من حالات الإخلاص حالة من حالات الانتماء حالة من حالات التفاني الشديد جدا فيه أداء دوره بالمناسبة دور ثابت أكبر بكتير جدا من مجرد حارس مرمى دوره ومشواره وعطاءه وحياته كلها كانت فيه النادي الأهلي وبمناسبة ذكرى السبعتاشر لرحيل ثابت البطل النهاردة القناة قناة النادي الأهلي هتعرض الساعة 11 مساءًا إن شاء الله حقيقة تكريما طبعا لإسم ثابت البطل سيرة البطل فيلمه هيعرض وأتمنى أن حضراتكم تتابعوه وتستمتعوه بواحد من أفضل وأهم من جوم الكرة المصرية لسنوات ولسنوات طيب ندخل في حلقة النهاردة طبعا واحدة من أبرز القطات ليه دور كبير جدا قام به في بطولة أمم إفريقيا 86 كمان واحد من أهم أسباب نجاح مصر في تحقيق البطولة الثالثة في تاريخها نروح لفرقتنا اللي على أعتاب البداية في مشوار جديد مشوار البحث عن بطولة دوري الأبطال والحقيقة يمكن طبعا خليني قبل ما أدخل في المباراة حضراتكم عارفين أن مجموعة الأهلي المصري بتجمعوا بفرقتين من السودان الأشقاء طبعا المريخ والهلال السوداني ومعهم طبعا فريق مامالدي سانداونز من جنوب أفريقيا والحقيقة يمكن كانت أثيرة مشكلة الملاعب ملاعب الأشقاء في السودان قبل بداية البطولة وحسنا فعل الاتحاد الأفريقي يعني أنه حدد معايير معينة للملاعب التي تصديه في مباراة دوري الأبطال ويمكن في البداية كان ملعبي الهلال والمريخ غير مطابقين للمعايير دي لكن المريخ الهلال السوداني قدر يطور من ملعبه بسرعة وسمح لي الاتحاد الأفريقي باستضافة مباراة البطولة على ملعبه أما فيما يتعلق فيه بمباشط المريخ فالحقيقة طبعا وده دليل حقيقة وتأكيد على مبدأ واضح وراسخ مش بس في سياسة النادي الأهلي ولكن في سياسة الدولة المصرية اللي بتربطها علاقات قوية جدا جدا مع أشقاء في السودان الأهلي وافق بالفعل على طلب إدارة المريخ السوداني باستضافة ملعب الأهلي السلام لمباراة البطل السوداني وبالتالي هتقام كل مباراة المريخ السوداني فيما يتعلق ببطولة دوري الأبطال على ملعب النادي الأهلي والأهلي رحب الحقيقة بالأشقاء السودانيين وأكد على استعداده التام والكامل أنه يقدم كل حاجة يعني يستجيب لكل طلبات الأشقاء في نادي المريخ ويستقبلهم ويستقبل كل ديوفهم أهلا وسهلا بيهم في مصر في كل وقت وفي أي مكان وطبعا ده قبل يعني بشكر وتقدير من إدارة نادي المريخ اللي أكدت طبعا على احترامها الكبير مش بس على مستوى الإدارة وعلى مستوى الجماهير السودانية بشكل عام والمريخ بشكل خاص للنادي الأهلي والدور اللي بيقوم به بشكل عام ويمكن فرصة كمان للتأكيد على أنه الأهلي بيرحب مش بس يعني بالأشقاء السودانيين بكل الحقيقة الأشقاء العرب والأفرقة إذا محتاجوا لأي نوع من أنواع الدعم أو المساعدة أو التعاون أهلا وسهلا بيهم تكلم على النادي الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وعلى مستوى قارة إفريقيا وبالتالي المكان دي تحتم عليه أنه يتحمل المسؤوليات كبيرة جدا والأهلي أبدا ما بيتأخرش نروح لإستعداداتنا كان مفترض أنه الأهلي يرجع لتمريننا النهاردة وأنا كنت شاهد فيها الحقيقة يعني صعبة جدا ولكن الحقيقة مستر بيتسو مسماني قرر أن يلغي التدريب النهاردة ويبدأ من بكرة إن شاء الله يستعد لماطشو الهلال ترجع الفرقة للتدريب مرة تانية وهي راحة أعتقد كانت منطقية جدا بعد مجهود صعب جدا وشاق جدا على فرقتنا للعبة ثلاث مطشاط لعبت مع مونتري المكسيكي لعبت مع بالميراس البرازيلي ولعبت مع الهلال السعودي في فترة يمكن لم تتجاوز أسبوع تقريبا وبالتالي كان مهم جدا وانت رايح لمنافسات هتكون في منتقى الصعوبة أن لعبتك تاخد الفترة الكافية للراحة وبالتالي قرر مستر بيتسو مسماني أنه رايح اللعيب النهاردة كمان ويبتدي من بكرة إن شاء الله قبل من سافر الأربع بكرة يبقى فيه تمرين وحيد في مصر ونسافر الأربع ويبقى فيه تمرين ما قبل المباراة الخميس وإن شاء الله المواجهة تكون يوم الجمعة على ملعب الهلال في أم درمان غيابة الأهل بداية أطمنكم على الشناوي وأطمنكم كمان على حسام حسن اللي هيكونوا موجودين مع الفريق في رحلته للسودان مشاركتهم من عدمه ترجع بالكامل طبعا لرؤية مستر مسماني والمدى جهزيتهم بشكل تام وكامل ما أعتقدش أنه الجهاز الفني ممكن يغامر بنجمين بحجم الشناوي حسام حسن إلا في حالة تمام جهزيتهم بشكل كامل لكن اللي هيغيبه والمؤكد طبعا يغيابهم عن مباراة الهلال وطبعا فيهم أسماء يمكن تكمل شوية معنا طبعا أكرم توفيق عمار دول روباط صليبي وبالتالي دول هيغيبه شوية برسيتاو محمود متولي صلاح محسن بدر بنون وكوكا ودول طبعا بسبب إصابات مختلفة صلاح محسن كان عامل عملية في رجله برسيتاو كان عنده برسيتاو قريب يعني أعتقد بعد مطش الهلال ممكن برسيتاو يخش التدريبات مرة تانية عمار وأكرم قدامهم شوية حلوين صلاح محسن برضو هيكون قدامه يعني شوية لكن الحقيقة يمكن يكونوا قريبين إن شاء الله يدخلوا سكواد الأهلي بعد مطش الهلال ممكن يبقى متولي ممكن يبقى برسيتاو خلينا أقول لحضراتكم بقى فيما يتعلق بالاستعداد لمباراة مصر والسنغال الكلام النهائي وده بناءنا على طلب من الجهاز الفني المنتخب الوطني إن المباراة دي إن شاء الله هتتلعب في استاد القاهر وده كان رأيي مستر كيروش عشان شايف إنه طبعا من ناحية الساعة الجماهرية هنتكلم في عداد الجمهور وهقول لحضراتكم الجديد في الموضوع ده لكن هو شايف إنه أرضية الملعب هي الأفضل على مستوى كل ملاعب مصف المطش يتلعب يوم 24 أو 25 لم يتحدد معايد نهائي للمباراة لكن كل المجهودات اللي بيقوم بيها مسؤولين في اتحاد الكرة قالت إنه المباراة دي طبعا نعت تنصيق مع الجهات الأمنية إنه المباراة دي إن شاء الله يعني أقل عدد لحضور جماهيري فيها يكون 40 ألف مشجع وأتمنى كمان إنه رقم ده في مباراة في منتهى الأهمية يزيد والجماهير النادي الأهلي أثبتت بشكل كبير جدا إنه الجمهور في مصر جمهور الكرة في مصر ممكن يلعب دور كبير جدا في حسب مواجهات صعبة وبتهالي ما عندناش أصعب من مواجهة السنغال اللي ما تحتبلش الإسمة على اتنين وجمهور مصر بالمناسبة كمان في بطولة أمم إفريقيا أعتقد إنه بعد دور المجموعات ولما ابتدى يبقى فيه تواجد للجماهير المصرية فيه حتى رغم إنه كان عددها مش كبير أنت بتتكلم على أقصى عدد الجماهير المصرية حضرت في مباراة في الكاميرون في أمم أفريقيا يعني ابتكلم أربعة تلاف خمس تلاف ما وصلش وما تجوز ست تلاف مشجع بس كان ليهم دور وبالتالي على ملعبنا هنا وفي الساد القاهرة أعتقد الجمهور هيكون لي دور كبير وخصوصا إنك أنت يعني بتسعى إلى تحقيق مكسب نضيف أنا أهم منها نجيب كام إنه يكون صفر يعني 2-0-3-0 يا سلام 1-0 حتى المهمة يبقى النتيجة هنا للسنغال صفر لأنه إحراز السنغال لهدف هنا في ملعبنا هيصعب جدا من المباراة في دكار مباراة العودة في السنغال وبالتالي أتمنى إن شاء الله إنه الجمهور يكون عامل مساعدة نروح لقصة صلاح مع ليفر بول والكلام على صلاح بقى كتير جدا الحقيقة يعني أنتوا بتكلموا على مفاوضات طالت ودخل في السكة بقى عندها كتير جدا آخرهم طبعا زي ما اتكلمت مع حضراتكم تشيلسي اللي بيحاول أنه يحصل على خدمات الفرعون المصري محمد صلاح اهتمامات تانية من الريال اهتمامات تانية من البرسة تشابي كمان مدير فني لبرشلونة شايف أنه صلاح ما كانه في البرسة وصلاح عسب ما هو قال وعبر قبل كده في تصريحاته يعني أنه صلاح هو الامتداد الحقيقي لليو ميسي في برشلونة وبالتالي عدم وصول او طول مدة مفاوضات مع صلاح مع ليفر بول بتعزز بشكل كبير جدا من فكرة انتقاله وعدم اكماله للمسيرة في الأنفل لكن الحقيقة لأصلتك البريطانية تكلمت على أنه فكرة أنه ليفر بول ينجح بالفعل في اقناع صلاح بالتجديد بصرف النظر عن الرقم أنت تتكلم على أنه صلاح طالب تقريبا ربعمائة ألف سترليني وده رقم يوازي ضعف ضعف ما يتقضى صلاح حاليا كانت بأسبوعي في ليفر بول ويتخطى مش بس جوه ليفر بول ويتخطى أعلى الأجور اللي يتقضىها لعب في البريمير ليج عموما وهو أعتقد دلوقتي كيفن دي بروين نجم بلجيكا ونجم من سيتي بحوالي 25 ألف سترليني ده يأثر إزاي على ليفر بول سلبا من وجهة نظر دي أتلاتيك أنه ليفر بول لن ينجح في ضم صفقات جديدة الموسم القادم ومش بس كده كمان ويأثر بشكل كبير جدا على قدرة ليفر بول على التعاقد مع ساديو ماني أو تجديد عقد ساديو ماني لأنه عقد ساديو ماني كمان بيخلص وعقد روبيرتو فيلمينيو نجم البرازيل كمان بيخلص وبالتالي إذا ما نجحت إدارة ليفر بول في التجديد لصلاح بالمقابل المادي ده أو حتى لو نزلت عنه شوية هتواجه صعوبة كبيرة جدا لأنه بالتأكيد ساديو ماني مش هيقبل أنه يبقى بعيد عن محمد صلاح إن لم يطلب أنه يكون تاتا تاتا أو راس براس يعني مع محمد صلاح وهتكون مشكلة برضو معقدة لأنك بتكلم على فيلمينيو واحد من أهم النجوم في الفريق ونجم برازيلي وبالتأكيد عنده عروض فعشان تجدد للتلاتة دول بمقابل المادي كبير كده ده يمنعك واحد من التعاقد مع صفقات جديدة واثنين يمنعك بالتأكيد منك أنت تجدد للتلاتة وفي أغلب الظن هيكون واحد من السلسي المرعب والمدمر للليفر برى الأنفلد في الموسم القادم نتكلم أكتر على مربوش اللي تقلق وتواهج في فترة قليلة جدا مع المنتخب المصري نتكلم على شتوتجت ومنه نروح للدولي الألماني والكرة الألمانية فلسة ديسة بس بعد الفصل من كل دول الحقيقة اللي يهمني لو طروا مارتينيز نجم الأرجنتين والإنتر الحقيقة اللي بشوف إنه لو طلع بره الكلشو وراح لواحد من القندية الكبيرة في أوروبا برشتونا ريال سيتي ليفر بول هيعمل نقلة نوعية لنفسه للفريق اللي هيروح له الحقيقة يمكن بمناسبة الكرة الأوروبية عندنا بكرة مواجه هناري أصبت معادك وساعتك على مواجهة هتجمع بين PSG وريال مادريد في الشامبيونز ليج طبعا اللي بترجع بعد توقف أو بعد غياب طويل جدا نبدأ من بكرة نستمتع بدور السبتاشر مع حضراتكم وخلينا نروح لألمانيا وتحديدا مع بوخ فالد نجم طبع الدولي الألماني نجم فريق شتوتجرت ومنتخب ألمانيا السابق هيكون معنا دلوقتي طبعا الألماني فرانس بيكينباور طبعا ده اللي ظهر قدامكم على شاشة أصولة الكرة الألمانية بوخ فالد أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وأهلا وسهلا بك على شاشة الأهلي تحياتي شكرا جزيلا لكم وفي بداية الأمر أود أن أهنئ النادي الأهلي على المديليا البرونزية وتحقيق إنجاز جديد في كاس العالم الأندية هذا نجاح مبهر وهذا شرف كبير لنادي الأهلي ولمصر لدولة مصر بالتأكيد نتمنى نقابل بايا ميونيخ في النسخة اللي جاي من كاس العالم إن شاء الله نعم أتمنى ذلك أيضا المرة القادمة فعلا أتمنى ألفز لبايا ميونيخ الشامبينس ليج هذا العام للعب العام القادم في كاس العالم للأندية وأتمنى لكم الأهلي أيضا ألفز بطولة أفريكا أبطال الدوري لمواجهة بايا ميونيخ بالتأكيد أنا شاهدته بايا ميونيخ والأهلي في النسخة السابقة وكانت مباراة ممتعة أيضا بمناسبة بايا ميونيخ الكلام الحقيقي يمكن هفتح معك الكلام بايا ميونيخ عن الخسارة الأخيرة أمام بوخم الباين بيسقط بنتيجة 4-2 من وجهة نظرك أسباب اهتزاز مستوى الباين في المباراة دي نعم شاهدته هذا اللقاء وكانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لنا بوخم فريق قوي أيضا وقادم من الليجة الثانية من الدرجة الثانية وفاجأ أنا وفاجأ البايا ميونيخ بهذا المشهد الرائع والقوي أنا أعتقد أن كان الباين ميونيخ ليس في يومه ورأيت كل الإمكانيات وتبعتها من فريق بوخم ظهر بشكل رائع يمتلك لاعبين أقوية أيضا وأحرزوا أربعة أهداف في مرمى بايا ميونيخ وهذا إنجاز بالنسبة لهم وهذه مفاجأة كبيرة بالنسبة لنا هنا في البونجس ليجا في ألمانيا يمتلك لاعبين كويين واستطاع بتقييد وضم لاعبين من الدور الأسباني في الفترة الأخيرة لتقوية وتعزيز صفوف الفريق بوخم فريق رائع ويسعى دائما للتواجد في البونجس ليجا هذه خسارة قاسية ولكن هي بمثابة إفاقة للفريق البافاري للتكمله وحظ الألقاب بالتأكيد منفسة الباين على لقب شامبيونس ليج لن تكون سهلة على الإطلاق كثير من الفرق الكبيرة بتسعى لتحقيق اللقب المهم والغالي لقب دوري أبطال أوروبا منهم طبعا بي أج جي الفرنسي منهم زعيم إيطاليا الإنتر منهم الريال الأسباني ومنهم من سيتي طبعا وليفر بول من إنجلترا هل تعتقد أنه تشكيلة الباين قادرة أنها تحقق لقب السندي لقب دوري الأبطال طبعا أعتقد ذلك لديه لاعبين أقوياء رائعين أعتقد مانويل نويا مصاب في هذه الآونة وأتمنى أن يلحق بالمباريات القادمة في الشامبيونس ليج وهو قوة رائعة للفريق هذا الوقت يمر الفريق البافري ببعض الترابات في الصفوف على سبيل المثال الأبع الذي ترك الفريق والتحق بريال مدريد ولكن أنا أرى أيضا ريال مدريد والفرق المتواجدة على سبيل المثال بسجي فرق أيضا قوية ومنافسين أقوياء ولكن من وجهة نظري أعتقد أن الفريق البافري لديه فرص وحظوظ كبيرة أن يفوز باللقب هذا العامل بكرة مواجهة نارية تجمع بين بي أسجي وريال مدريد مين الأقوى ومين القدر على الحسم من وجهة نظرك سؤال صعب فريقين أقوياء ستكون مباراة قوية نارية تكتيكية على مستوى عالي من وجهة نظري أنا أعتقد أن الفريقين يمتلكون لعبين من يعتبرون من أفضل لعبين في العالم يمتلكون لعبين رائعين يفهمون بعض بشكل كبير ولعبوا في الأولى الأخيرة والسنوات الأخيرة مع بعض في فريق واحد وأمام بعض أنا أعتقد أن ريال مدريد هو المرشح الأبرز من وجهة نظري هتنايل معاك لملف شتوتجرد والبداية هتكون مع النجب المصري عمر مرموش الحقيقة اللي يمكن تعلق مع المنتخب المصري في البطولة الأخيرة بطولة أمم إفريقيا إزاي بتشوف أو بتقيم مستوى عمر مرموش ومشاركته في الدوري الألماني مع فريق شتوتجرد في البداية أهن عمر مرموش وأهن المنتخب المصري بتواجد مثل هذا اللاعب الرائع في المنتخب المصري أيضا في الآونة الأخيرة ظهر بشكل رائع ولكن أعتقد نحن افتقدناه في الآونة الأخيرة في آخر لقاءين أو ثلاثة لقاءات في البندسليجا كان يلعب مع المنتخب المصري وافتقدنا تواجد عمر مرموش وأعلم أنه أصيب بكورونا في هذا الوقت أتمنى له الشفاء العاجل للرجوع لصفوف شتوتجرد لأن شتوتجرد يعاني في هذه الآونة في البندسليجا وجود عمر مرموش قوة كبيرة وإضافة كبيرة بكل تأكيد لفريق شتوتجرد أتمنى رجوعه بالسرعة يغيب بسبب كورونا وغاب بسبب تواجده مع المنتخب المصري كما ذكرت أتمنى أن يواصل مع شتوتجرد للرجوع وتحسين النتائج مع شتوتجرد في الفترة القادمة مرموش بيلعب مع شتوتجرد على سبيل الإعارة من فريق الأساسي فولفزبورغ فهل تتوقع أنه استمرار عمر مرموش مع شتوتجرد سواء بتمديد الإعارة أو بالشراء ولا تتوقع أو السيناريو العارب هو عودته مرة تانية لفولفزبورغ هو يلعب الآن في شتوتجرد أعتقد أن شتوتجرد يود ويريد تمديد الإعارة والاحتفاظ بعمر مرموش ولكن أنا أرى المشهد هنا في ألمانيا أن فولفزبورغ يريد أيضا إعادة عمر مرموش الفريقين يريدان عمر مرموش ولكن الحكم الأول والأخير في يد فولفزبورغ لأنه لاعب مقيد عند فولفزبورغ وأتى إلينا على سبيل الأعارة والقرار الأول والأخير عند فولفزبورغ ولكن أنا من وجهة نظري وأرى المشهد أن فولفزبورغ يريد عمر مرموش بكل تأكيد بمناسبة عمر مرموش يعتبر بالنسبة لنا في مصر لعب يعني صغير ظهر مع المنتخب الوطني مؤخرا في بطولة كاس العرب وشاركه في أولمبياد توكيو منتخب مصري الكبير هو وصيف القارة النادي الأهلي المصري هو بطل إفريقيا وبطل السوبر الإفريقي مع هذا الكم من البطولات وتسايد القارة الأفريقية ليه اللعب المصري ما لفتش نظر الأندية الألمانية أنا أعتقد أن هناك لاعبين رائعين تماما ونشاهد هذا كل ما ذكرته على سبيل المثال عمر مرموش يظهر بشكل رائع أنا أعتقد أن في هذا الوقت الحالي أن الفرق الإنجليزية والأسبانية يستطيعون الدفع أموال أكثر وأعتقد من وجه النظري أن اللاعبين المصريين يودون اللعب في دور الإنجليزي أو دور الأسباني وهذا أنا أعلم أن البونسليغا وأيضا كما ذكرت أيضا الفرق المصرية كالأهلي على سبيل المثال فهو فريق قوي وهو بطل أفريقيا كما ذكرت ويمتلك لاعبين كثيرين وأعتقد أن بعض الفرق هنا في البونسليغا لديهم السكاوت تيم يضعون أعينهم على الفرق الأفريقية والعربية وفريق النادي الأهلي بكل تأكيد أنا أعلم ذلك جيدا أن هناك بعض الفرق الألمانية في البونسليغا تشاهد المشهد كاملا وتتابع الدوريات الكبرى وعلى سبيل مثال أم أفريقيا أو بطولة أفريقيا بمناسبة كلامك على القوى الشرائية يعني عدد كبير جدا من الأندية وخصوصا في إسبانيا وإنجلترا عينهم على اتنين من أهم وأبرز نجوم البونسليغا بتكلم على روبرت ليبانداوسكي طبعا البولندي نجم البايرن وإيرلينج هالند مهاجم بروسيا دورتموند هل تتوقع استمرارهم سواء مع البايرن أو مع دورتموند ولا السيناريو الأقرب هيكون انتقالهم لواحد من الفرق الأوروبية أنا أعتقد أن ليبانداوسكي سوف يظل مع بايم يونيخ لأنه يظهر بشكل رائع وهو يشعر بالراحة والطمانينة ويشعر أنه في بيته ويلعب مع فريق قوي كحجم بامينوف أعتقد أنه سيظل أكثر أما هالند أعتقد هالند يوده في أخذ خطوة أخرى والانتقال لأحد الدوريات الأخرى أنا أعتقد هو أتمنى من وجه نظري أن يظل في البوندسليجا من أجل أعطاء قوة أكبر للقرى الألمانية وللبوندسليجا بكل تكيد وللمنافسة في الدوري الألماني أنا أعتقد أنه في الصيف القادم في الميركات وسوف يذهب لناد آخر أختم كلامي وحواري معاك بالكلام على الماكينات الألمانية فرص المانشافت من وجه نظرك في بطولة كاس العالم القادمة وهل ألمانيا على الطريق الصحيح للمنافسة على اللقب من الفريق الألماني نعم هانزي فليك كما تعلمون هو المدرب الحالي للفريق الألماني وأعطى قوة وباور للفريق الألماني ويركز على استقطاب اللاعبين الشباب المواهب ويذاكر ويدرس ذلك بشكل جيد ويتابع كل المباريات على سبيل المثال لدينا كيميش كيميش وجوريكسكا هم لاعبين أساسيين لزو خبرة المدرب الألماني هاند فليك يفهم ذلك جيدا كيف يربط ويصنع الكيميا ما بين اللاعبين الخبرات مثال توماس مولر واللاعبين وكميش واللاعبين الشباب وهذا ما يصنعه الآن هاند فليك فهو يطور الفريق وهذا يعطي من وجه نظري حظوص كبيرة للمنتخب الألماني لتحقيق اللقب لهذا العام الذي نسخ لكس العالم أنا أعتقد أنه مرشح قوي الفريق الألماني المنشفة الألماني مرشح قوي لإحراز وسوف يصلون إلى المستوى الأعلى من كرة القدم والظهور بشكل قوي وأعتقد هو منافس قوي لكل المنتخبات في النسخة القادمة أنا أعتقد أنه سيفوز ويحق مرتبة عالية لهذا العام بوغفالد نجم المنتخب الألماني ونجم الشتودجرت السابق بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا وكل التوفيق طبعا للمنتخب الألماني في كاس العالم باي ميونيخ اللي ليه عند الأهلوية مكانة خاصة جدا طبعا في بطولة دوري الأبطال وبالمناسبة بأن الحقيقة ما تقدرش تختلف على مستوى الأداء والكرة الحلوة اللي بيقدمها حتى وإن كان المنافس الأوحد أو المنافس الأبرز والرئيسي في بطولات المحلية في ألمانيا ومتصدر الشاشة الزعيم اللي ما حدش بيقدر ينفسه لكنه يبقى الحقيقة حتى في مواجهاته الكبرى مع كبار أوروبا فريق قوي جدا وقادر جدا على إحراز اللقب كلام على مكاسب الأهلي والكلام على كمان موسيماني اللي أقدم مباراتين بشوفهم يعني من وجهة نظري المتواضعة جدا مطشين من أحلى المطشاط اللي أقدمهم من نادي الأهلي من فترة طويلة جدا مش على بس مستوى النتيجة لكن كمان على مستوى الأداء والروح والشخصية والكرة الحلوة مونتري المكسيكي في البداية والهلال السعودي في النهاية مباراتين ولا أروع ونتمنى الحقيقة أن احنا نخافز على ده في اللي جاي والبداية أمام الهلال الكلام مع نجم النادي الأهلي طبعا محمود سمير هيكون ضيف علينا فيه السادسة بس بعد فصل ونرجع لحضراتكم النادي الأهلي دايما مشرفنا وبطولات في البطولات دايما بيبقى نمرأة واحد روح الفينالة الحمراء في أي موقف بتباني نمرأة اتنين الأهلي بما نحضر فعلا يعني كان في البعض بيصخر بما نحضر لا فعلا عمل أداء رائع جدا أداء رجولي أداء فيه فنيات أداء خططي بصراحة كان أداء مزل ما يخطرش على بال حد بصراحة نشرفونا بصراحة شرفوا الأهل نادي الأهل شرفوا الكرة المصرية كان الحقيقة أداء مبهر وماشاء الله عليهم يعني العام الثاني على التوالي ده حاجة طبعا كويسة جدا وتحسب طبعا للفريل الأول والمجلس الإدارة والنادي الأهلي عموما يعني ومش غريبة عن نادي الأهلي احنا دايما بنتوقع منه وإن شاء الله كان نفسينا والله يوصل نهائي ويلعب على المركز الأول أو تاني بس الحمد لله يعني قدر له مشاء فعل وقابلنا الهلال السعودي وعملوا مطش طحفة يعني الحمد لله وشرفوا النادي الأهلي وشرفوا الكرة المصرية والأفريقية الحمد لله رب العالمين الأهلي عمل مباراة من أم بتاع مباراة الأهلي ومن أحسن مباراة الأهلي يعني أم قدم فيها الكرة اللي هي بتاع الأهلي ومتع الناس كلها ومتع الناس لدرجة المزيع بقى مش بزي بمتمتع بالنادي الأهلي فأنا متشكرين للنادي الأهلي العائد النادي الأهلي والجهاز الفني ومجلس الدار برئيس الخطير احنا مقصودين جدا وفرحين بأهله واحنا فخورين بأن احنا أهلوية انا كنت منتظر بأنه يوصل لنهائي ده طبعا ده طبعا الماتشي اولان بتاع الفريق المكسيكي ده احنا كنا منتظرين نقصد ده طبيعي على فكرة وانا زعلت جدا من الماتشي بالمراسة عشان فرقه على فكرة اسهل بطولة كان ممكن لها ليوصل لنهائي شيلسي مش هو الفريق اللي يخد بعد ما شونا مع الهلال مش الهلال قطع الشيلسي في شوط التاني احنا عملنا ايه مع الهلال انا عملنا درس بالكرة العربية بالكامل الناس اللي كان بتخاف تقولوا انتوا خايفين تلعبوه تخايفين تلعبوه طبعا ده احنا لعبناه مين اللي كان خايف من مين بقى مش حاجة جديدة على الاهلي اللي عملوا يعني يعني حاجة صراحة يعني اكتر ما كنا نتوقع نا كنا بس متوقعين ان الاهلي يقدي أداء مشرف فكمان لما يقدي أداء مشرف ويفوز كمان بالمديلية البرونزية فدي حاجة مش جديدة على الأهل يعني عايز بطولة الدوية وبطولة أفريقيا ونوصل للنهاية في كاس العالم الأندية عربة إن شاء الله إن شاء الله بطولة البطولة أفريقية وبعدين ياخد كاس العالم الأندية علمها طبعا البطولة دي كان سهلة بس يعني ملاش نصي إحنا دلوقتي بنطمع مش البرونزية بس لا عايزين ناخد كاس العالم الأندية عايزين بطولة أفريقيا بطولة الدوري بطولة الكاس لإن جمهوري العالم ما بيشبعش من البطولات عايزوا يفوز بكل البطولات طماعنا بقى آه طبعا طبعا بطولات لكن إحنا برضو بنشكرهم على كل اللي هم بيعملون لإن طبعا ما فيش حد بيبقى على طول كده لازم برضو بس يرعونا إن إحنا مشاعرنا طماعين إحنا كده هنعمل إيه طيب عاوزوا ياخد البطولة الأفريقية ويروح كاس العالم تاني ونغير لون المدل يحافظ على نفس المستوى والمرة الجاية بقى فضية زهبية إن شاء الله بإذن الله كل البطولات اللي بياخدها بيبقى دايما مرشح لها ويحققها الدوري والكاس وإن شاء الله برضو ياخدوا بطولة أفريقيا تاني وخشوا كاس العالم الأندية تاني إن شاء الله بإذن الله وهو النادي الأهلي هيفضل طول عمره النادي الأهلي الحمد لله رب العمين عيزة دايما عالي كده والنصر بتاعه عالي في السامة على طول بإذن الله نحن كده طمعين النادي الأهلي كده دائما طمع في البطولات وإن شاء الله حي حققه إن شاء الله إن شاء الله زي ما احنا متعودين زي ما همتى جو أعودين زي ما هما معودين كده إن شاء الله ان نكسب في كل بطولاتنا وحاجاتنا أنا من خشش بطولة اللي ما بنجبها eleven كلمة الله دالها الشرف والكلام ده ولا نعملوش بتاعنا والنادي الله اللي عاودنا على كده وشكرا للاحبتنا وشكرا لإقدارتنا وزي ما هم معاودنا كده طبعا ده جزء من ضربة النجاح يعني أنت عاودت جمهورك على ده فالجمهور خلاص بقى سقف طموحاته وكل ما بتكبر كل ما سقف الأحلام والطموحات يكبر معك الجمهور ده اللي انتو شفتوه وبيكلم على نفسه نفسه في ايه؟ كسبان اتنين دوري أبطال أفريق آخر موسم هو موسم واحد مش موسمين هم موسم واحد أو موسمين دخلين في بعض في موسم واحد جايب اتنين دوري أبطال وجايب اتنين سوبر أفريقي وجايب اتنين برونزية عالم ولو كسر بس بطولة واحدة حتى لو صغيرة كده محلية محطوطة في الركن كده يزعل جدا ويتقهر ويتعصب وعصبه تتشد وقالي ازاي البطولة تضيع مني واللي قاله الكلام او الكلام اللي تقال ده هو العالم الكاملة هو ده حلم جمهورنا دي الأهلي دوري أبطال دوري محلي طبعا سوبر مصري كاس مصري والسنة الجاية البرونزية غير كافية البرونزية لن ترضي طموحات الجماهير احنا عندنا ثلاثة برونزية عايزين واحدة فضة او واحدة دهب بقى وان شاء الله بإذن الله وليه لأ والله يعني انا شايف انه السنة اللي جاية دي مع الفريق اللي خد الخبرات العظيمة دي وحقق البطولات دي بقى عنده المقاومات اللي تسمح له ان يروح وينافس بجد على لقب الأفضل في العالم وان شاء الله بإذن الله مع رؤية مجلس الإدارة ومع شركة الأهلي لكورة القدم انا شايف انه الحلم ان شاء الله بإذن الله مش بعيد خلينا نتكلم على البطولة ومكاسبها وخلينا اقول ان واحد من أهم مكاسبها كمان الأداء والروح والحلاوة والمتعة اللي افتقدناها كنا بنكسب اه في أوقات كتيرة جدا نحق بطولات لكن جمهور الأهلي ما كانتش شابعين كورة قوي بس الحقيقة دا يا رجالة في البطولة دي شبعنا كورة وعايزين نحافظ على ده وده هيكون سؤالي الأول طبعا نفنا ونجمينا النهاردة كابتن محمود سامير اللي بيشرفنا في السادسة المسأخير كابتن محمود سامن نور وبتشرف دائما لو أكون متواجد معاك ومتواجد كورة الأهلي نور الدنيا مبروك طبعا بداية مبروك علينا مبروك على جمهور النادي الأهلي على مجلس صدارة نادي الأهلي ببارك لكابتن محمود خاطب ومجلس صدارته بالكامل ببارك للعيبة والجاز الفني لعيبة رجالة تستاهل الفرحة تستاهل البطولة تستاهل النتيجة اللي حققوها في كاسعالم الأندية رغم من طبعا زي ما الناس كلها قالت كان الناس بتطمع أن نادي الأهلي حقق برونزية أو زهبية ويوصل نهائي لو كان فيه تكافؤ فرص كابتن محمود كان ممكن جدا الأهلي يكون موجود في المطش أكيد طبعا بس يعني برضو أنت لعبت في الظروف صعبة جدا جدا وخليني برضو أقول لك ده انطباعي وأحساسي بجمهور الأهلي يعني بحبش أتكلم باسم الجمهور لأنه أنت عارف فيه أعراء كتيرة جدا بس الأهلي لو ما كانش حقق لهم زي في البطولة دي الجمهور ما كانش يبهز أعلام طبعا ومن قبل ما الناس اللعيبة تسافر البطولة كسعالم الأندية والجمهور ما كانش هيزعل لو لا قدر لك أن حصل حاجة غير أن الأهلي حقق برونزية لأن الناس عارفة أن كان الأولوية المنتخب مصر ونادي الأهلي وقدرته طبعا قالوا الأولوية المنتخب مصر فما كانش حد يزعل لو ما كانش نادي الأهلي حقق كسعالم الأندية مهدي مكافأة إلهية يعني جزء منها الحقيقة عشان كده بقولك ربنا سبحانه وتعالى للتضحيات الأدماء النادي الأهلي اللعيبة كترخرهم والحمد لله نجحنا على المستويين نجح ما كانش كامل على مستوي المنتخب كان نفسنا نكسب البطولة وما كانش كامل على مستوي النادي الأهلي كان نفسنا نكون في المباراة النهائية لكن أعتقد أنه ربنا أداني على قد ما نواينا وعلى قد مجهودنا عشان كده بقولك اللعيبة كترخرهم قدوا بطولة رائعة طمعنا بعد أول مباراة منتري لا بني وبينك كنت متوقع المكسب لا بصراحة خالص يعني كنت متوقع بيكون الأداء كويس بس ممكن ما يبقاش فيه مكسب لكن الجمهور لما شاهد لعيبة النادي الأهلي ويتموت نفسها في أول مباراة وعايزة تثبت أن نحن على قدر المسئولية بعد غياب تسعة أو تمن لعيبة أساسيين من التيم دي حاجة كبيرة جدا أي فرقة ممكن تنهار وهي عندها تمن لعيبة أساسيين مش متوقدين لكن اللعيبة كانت على قدر المسئولية كل اللعيب كان نازل كان عايز يزبت نفسه لا أنا زي اللعيب الأساسي اكتهدوا وتعبوا وبذلوا مجهود عشان كده ربنا كافئهم بالمكسب أول مباراة ده اللي خلى جمهور النادي الأهلي يطمع أنه يوصل نهائي وفعلا زي ما الناس قالت قالوا حاجتين مهمين جدا أول حاجة أنتم فعلا شرفتونا في البطولة كأداء وكرجولة وده الطبيعي عن نادي الأهلي وتاني حاجة أن فعلا كنا نفسنا النادي الأهلي دي كانت أفضل بطولة أو أسهل بطولة من وجهة نظر الجمهور أن أنت ممكن توصل فيها نهائي مع تشيلسي وتعمل نتيجة إيجابية بعد المباراة نشوفتها بتاعة تشيلسي والهلال لكن قدر الله ما شاء فعل أن احنا ناخد برونزية تاني عامة على التوالي دي حاجة كويسة جدا وده مكافأة للعيبة والمجلس قدرته أنا هتكلم معك بقى عن مسيباني شوي الرجل أقدم مطشات كتير كبيرة وحلوة يعني ما حدش يقدر ينسى مطش الوداد أول ما تولى خاصة لمباراة الكبيرة هي كلها كبيرة كلها كبيرة وصعبة يعني مشاركته الأولى في كاس العالم موجهته البالمرس بطل أمريكا الجنوبية وبطل البرازيل ونجاحه في أن يتعامل مع فريق بالحجم ده وأنه يحقق برونزية دي مطش كبير مطش الدحيل قطري بشوفه واحد من مطشات الكبيرة الوداد والنهائي في النجمة التاسعة بشوفه مباراة كبيرة الترجي رايح جاي في النجمة العشرة كايزر شيفز مطش النهائي سوبر نهضة بركان كل دي مطشات كبيرة لكن أنا بشوف المطشين بتوع مونتري المكسيكي مع مقدماته وظروف الصعب على أي مدير فن مباراة في منتهى صعوبة متضرشة لهم عليه في أي شيء وإنه يلعب مباراة كبيرة كده ويجي دي استخدام الأوراق اللي عنده دي واحدة من أحلى المطشات مطش الهلال السعودي اللي كان عليه كلام كتير جدا ومقدمات مش لطيفة جدا ورغم كده الحقيقة يقدم العرض المبهر والقوي ويحاق البرونزات التالتة بشوف أن المطشين دول موسيماني مع الأهلي في حتة تانية دايماً هفضل أقول اختيار مجلس إدارة نادي الأهلي لموسيماني اختيار موفق جداً أنك تختاره من ضمن مدربين مرشحين أنت باصص لحاجة معينة باصل ندوت من أفضل مدربين في أفريكيا عارف يعني إيه بطولة أفريكيا عارف كيمة النادي الأهلي ودايماً المدرب المدير الفني اللي بيمسك نادي الأهلي بيعرف كيمة النادي الأهلي هو اللي تاخد منه أداء وتاخد منه بطولات وتاخد منه نتائج وتاخد منه كل حاجة خاصةًا مستر موسيماني يعني أنا دايماً بقول أن الراجل ده مدير فني زكي جداً بمعنى أنك فنيشت الموسم اللي فات وانت خسران دوري الناس كلها بتتكلم لازم تغير من الأداء لازم تغير من الطريقة لازم نجيب صفقات فعلاً بقى بدايته في الموسم من أول ما بدأنا مباراة لإسماعيلي أول مباراة في الموسم لأن الأداء مختلف خالص والشكل المتغير خالص بمعنى أن غيرت التكتك وغيرت طريقة اللعب بأن أنت تخلي حمد فتحي ساعت قدام السرد بكين وتلعب بتلاتة تلاتة أربعة تلاتة أنت غيرت طريقة اللعب وده المدير الفني الزكي اللي بيسمع للجمهور وبيسمع لمجلس الإدارة وبيسمع للناس مش ماشي بدماغه فقط لغيره وبيسمع للجهاز المعاون فهو أنا بشوفهم من الناس الأسكية جداً بيعرف اتعامل في المباراة الكبيرة وفي النهايات كويس جداً حق بطولات في وقت قصير جداً ده رقم قياسي وتاريخي طبعاً الرجل يعني لو استمر على كده هيعدي منه والجوزي هو ماشي في طريق ما شاء الله عليه يعني ربنا يحفظه مرب الفرقة اللي معاه معاه لعيبة وصفقات كويسة جداً ومعاه مجلس إدارة كبير جداً مسنده بشكل كويس جداً فهو ماشي في طريق كويس جداً مع نادي الأهلي في تحقيق بطولات أكتر لانتعرف جمهور نادي الأهلي ما بيشبهه بطولات لكننا بشوف أنه في المباراة الكبيرة المهمة بيعرف يذاكر فعلاً المنافس بيعرف إزاي يلعب بطريقة لعبه معينة ياخذ فيها اللي هو يعاوزه كلنا كنا بنلوم في بداية الموسم إزاي نادي الأهلي في موشات صغيرة بيلعب 3-4-3 إحنا كلنا كنا متعودين على نادي الأهلي بيلعب 4-2-3-1 تغيير طريقة اللعب أفاد نادي الأهلي في المباراة القوية وفعلاً بقى هو ده السيستم نادي الأهلي بيلعب به وبدأ السيستم اللي بقى منتخب مصر بيلعب به فمصر المسلماني بحقيه على الفترة اللي فات الأضاءة مع نادي الأهلي بتمنى له طبعاً التوفيق في المباراة الجائلة دايماً كل اللي جاي بيبقى أصعب اللي فات خلاص فات النادي الأهلي متعود دايماً أنه بيفرح في أي بطولة وتاني يوم بيقفل الصفحة وبيبص اللي وراء فاللي جاي أصعب من اللي فات فبنتمنى يا رب إن شاء الله الفترة جاية يكون أفضل مين الأجاد من وجهة ناظر كابتن محمود سامير في البطولة دي بشكل عادي عشان ندي كل لعيب حقه ممكن نقعد حلقتين ثلاثة لكن باختصار في لعيبة أنا ما كنتش متوقع منهم الأداء المبهرة ده خاصة في كاس عالم عندها بطولة كبيرة ودايماً بقولها أن المباراة الكبيرة والبطولات الكبيرة هي اللي بتظهر اللعيب لما بتحط تحت منقف صعب بيبان إمكانياته ما فيش شك طبعاً محمد عبد منعين بأداءه مع منتخب مصر فرق معاه كتير جداً أنه رجوعه للنادي الأهلي وأول مباراة لي ببطولة ببرونزية في كاس عالم عندها دي حاجة تحسب للنادي الأهلي في البداية أنك تطلعوا إعارة يستفاد سنة سنتين ويرجع بالقوة دي ويفيد منتخب مصر ويفيدك كنادي أهلي دي حاجة تحسب لإدارة النادي الأهلي ولجنة تعقدات في النادي الأهلي أحمد عبدالقادر من أكتر بص أنت لعيك حريف ما هو أنا عادي والحريف بيقرأ وبيحس أكتر باللعيب حقيقة واحد من الناس المبشرة جداً والوعيدة بص خلينا نكون صراحة أنا بقالي سنتين تلاتة مفتقد في النادي الأهلي الهافين الحريفة إنك يبقى عندك لعيب زي أحمد عبدالقادر ما شاء الله عليه ظهر بمظهر مع سموحة تحسب لكابتنا أحمد سامي وسموحة إنه هو ظهر بالمظهر ده وإنه هو رجوعه لنادي الأهلي يبقى بالشكل ده فدي تحسب لسموحة أولاً ثم أداءه اللي احنا بنشوفه الفترة دي أحمد عبدالقادر من لعيبة الحريفة اللي عندهم ثقة في نفسه ونادراً لما تلاقي لعيب حريف منتج وحوط تحتها خطين تلاتة لعيب حريف منتج في لعيبة حريفة كتير جداً في الدورة المصري لكن مش كلهم منتجين أحمد عبدالقادر لعيب حريف منتج عنده قوة دفاعية هيلة عنده النواحي الهجومية ينقلك من التلت الدفاع للتلت الهجومي في أسرع وقت عنده المهارة أنه يصنع أهداف عنده المهارة أنه يحرز أهداف على ما أعتقد أحرز 11 هدف مع سموحة فالعيب حريف منتج بتمنى له التوفير لفترة الجاية لأنه هو لو اشتغل على نفسه جسمانياً هيبقى الموضوع مختلف معه تماماً خاصةً لازم يكون متواجد في المتخب مصر لسه هقول لك فرض نفسه على مستر كروش طبعاً يعني أنا أتكلم معك بصراحة لما نيجي نشوف أداء أحمد عبدالقادر مش في كاس علام أندية كمان قبل كاس علام أندية هو كان لازم يكون متواجد في المتخب مصر أفضل من الناس كتير جداً في مكانه يعني لازم يكون متواجد عشان كده أنا بأتكلم على بطولة أمم أفريقيا بطولة أمم أفريقيا اللي فاتت أنا بس بتمنى له أنه هو يشتغل على نفسه جسمانياً لأن أنا بشوف أنه مستر كروش هو بيبص دايماً للحتة الجسمانية عشان النواحة الدفاعية والهجومية مع بعض وهو مش عايز لعيب في النواحة الهجومية فقط لغير هو عايز الهو بيلعب 2-8 أنه هو يكون الارتداد بتاعه في النواحة الهجومية والدفاعية قوي فأنا بتمنى له أنه هو يشتغل على الحتة دين هتفرق معها جداً من الفترة الجاية صحيح وقدر البطل أنه يواجه الأبطال قلت لحضراتكم أنه الأهلي في خلال أسبوع قابل ثلاث أبطال من قارات مختلفة يعني قابلنا مونتري من أمريكا الشمالية بولمير راس أمريكا الجنوبية الهلال السعودي من أسيا وراحين نقابل الهلال السوداني في أفريقيا خلينا نتكلم على مطش الهلال وعلى أداء الأهلي في الفترة اللي جاية بس خلينا نروح واسمحونا نروح لفصل سريع ونرجع مرة تانية نكمل كلامنا مع كابتن محمود سامير أنت كجمور خارج من بطولة زي بطولة كاس العالم قابلت فيها الكبار من كل القارات وانت متأكد أن عندك فرقة تطمينك وتمتعك وتكسبك يعني التلات حاجات دول معادلة اللي يتمنيها أي جمهور كرة في فرقته والأهلي عمل ده بنجاح كبير جدا وباقتدار أمام الكبار في كاس العالم للآن هتحافظ إزاي على ده والبداية من مطش الهلال يعني أنا قلت لحضراتكم أنا مش قال الآن من حتة تعاقب المطشاط الجدول المزدحم جدا 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 اللي هنواجهه بداية من يوم الجمعة الجاي تريك ترك يعني وراء بعضه كله وراء بعضه لكن مش قال الآن لأن انت لعبت مطشين زي مونتري وزي الهلال بفرقتين تقريبا مختلفتين ومع عودة الأسماء بسبب الغيابات بدر بنون أكرم توفيق عمار حمدي بيرسي تاو صلاح محسن كل الأسماء دي لما ترجع هيبقى عندك وفرة جبيرة جدا تقدر تلعب بفرقتين في كل البطولات لكن السؤال الأهم إزاي تحافظ على الأداء والمتعة والشخصية والمكسب في المطشاط اللي جاية وده سؤال هتراحه على كابتن محمود لأن الحقيقة في وجوه جديدة جدا أثبتت وجودها ونقدر نقول كابل وقتك حجزت مكانها في تشكيلة النادي الأهلي هتتوقع أنه بداية لمطش الهلال مستر موسيماني راهن على المجموعة الأخيرة اللي نجحت فيه مطش الهلال السعودي واحنا راحين للهلال السوداني ولا تتوقع أنه يكون فيه تغييرات أو فيه أسماء ممكن تاني ترجع للمشهد كانت بتلعب أو بتشارك بصفة أساسية طبعا في البداية كنت بتكلم معك وقولك أنا أقعد مثلا بتفرج عن نادي الأهلي بقيت مرتاح أن أنا شايف مجموعة لعيبة وعناصر صغيرة تطمنك لخمس سنين قدام وده الطبيعي في نادي الأهلي نداما بيشتغل على المدى البعيد أن يعرف يخلق جيل صغير يخش وسط الجيل الكبير ياخد منه الخبرات عشان يكمل الفترة اللي جاية فبقيت أقعد متطمن من الشكل اللي أنا شايف في نادي الأهلي والأعمار السنية اللي موجودة في نادي الأهلي ما فيش شك إن فيه لعيبة حجزت أمكانها في نادي الأهلي ويستحقوا إنهم يكونوا متواجدين في التشكيل الأسية لكن فيه حاجة مهمة جدا بشوفها يا زكاة من مستر المسلماني إنه بقى عنده لا يقل عن 18-19 لعيب هم جاهزين قريبا ودي حاجة مش موجودة في أي نادي الفترة اللي فادت دي كلها الإصابات اللي نادي الأهلي بشوف طبعا من أكتر الفرق اللي عندها إصابات هي نادي الأهلي على مستوى قري عندك فرقة كاملة لكن بيعرف برح تشكيل فرقة مع غايبة عن مطر بيعرف يجاهز لعيبته كويس جدا عن مطر الهلال الصعودي بيعرف يجاهز لعيبته كويس جدا عنده أكتر من 18-19 لعيب جاهزين فقريبا اللي هيكون جاهز الأهلي بينزل بموت نفسه لكن بشوف أن أفضل طريقة وشكل الأهلي بيلعب به الفترة اللي فاتت زي ما هو مكمل مباراة الهلال أكيد طبعا مفيش شك أن أي مباراة نادي الأهلي بيلعبها هي مباراة مهمة وده اللي بينجح لعيبة نادي الأهلي وبينجح جازر فاني نادي الأهلي أنه بيحترم كل الفرق سواء في دور مصر سواء في بطولة أفريكيا سواء في كاس عالم أندية هو مكسب نادي الأهلي احترامه للخصم دايما بغض النظر عن اسمه طب خليني أقول لك كجمهور تمام من وجهة نظري اللعيبة تقريبا حاجزة أما كده يعني هقول لك علي معلول وجنبه ديانج والسولية وفتحي تمام معادة ذلك أنا شايفها كلها مناطق مشتعلة صح مظبوط ولا إيه يعني خط الدفاع النهاردة ما عدخول كمان محمد عبد المنعم وارجوع بدر بنون هيبقى عندك وراء ضرب نار طب خلينا نقول ديميزة والعين عندك هاني وصل يعني خد استعاد جزء كبير جدا مستويه وقدم بطولة محترمة جدا أكرم لما يرجع كريم فؤاد ما قدرتش طلعه براء الحسابات لأنه تراهن عليه بقوة قدام بقى المعركة الكبرى يعني قدام عندك يعني أخصوصا مع الطريقة الجديدة دي هتضطر تريح أسماء تقيلة جدا طب خلينا نقول أمكانهم ديانجي وحبدي والسلية ومعلوم لو لديك وجهة نظر مختلفة أسمحها تمام الأربعة دول فرن وقريدي هم أكتر أربعة لعيبة بيشاركوا نسب مشاركة عالية جدا وحاجزين أمكانهم تتكلم بعد كده على ست لعيبة أو سبع لعيبة هل دي ميزة ولا لعيب أن في لعيبة حاجزة أمكانها وفي لعيبة لا يعني أنت مثلا بتبقى تاهف الدفاع عبد المنعم ولا ياسر برهيم ولا أيمن أشرف ولا بنون ولا روم ربيعة ولا متولي لما يرجع دي ميزة ولا عيب أي شايف إيه من أجل مش عارف يعني قول لأنت يعني أنا اللي أنت قلت كله يطمنني يعني وبرضو فيها يعني بزاد في خط الظهر مين جنب مين لأن دي بتفرق أنا بشوفها ميزة قصرة اشتراك الأهلي في البطولات أنت بتحتاج فعلا أكتر من 16-18 لعيب يكونوا جاهزين أخد بالك برضو أقول حاجة كامل ما علش ونحن نتكلم على خط الدفاع تحديدا برضو خط الدفاع الأهلي في مطشو الهلال تحديدا لم يختبر بقصرة يعني فاهم ما تقدرش يعني طبعا كلهم إمكانياتهم عالية جدا ومستوياتهم وعبد المنعم عنده شخصية ولعيب واسق ولعيب كورة وأنا بحب المدافع لما يكون لعيب كورة فبالتاني مين كمان جنب مين يعني بدر جنب أيمن ياسر جنب بدر عبد المنعم يعني فاهم قصدي التشكير هو دائما دائما السبات الدفاعي ببقى أهم خط في التيم إنه يكون الأربعة اللي وراء دائما سبتين ما بقاش فيه تغيير فيهم ويدي بتبقى حاجة مهمة جدا لكن نادي الأهلي طبعا الظروف اللي بيمروا بيها بإصابة بدر بنون وشوية متولي وشوية ساعات أيمن أشرف ساعات ياسر إبراهيم فبتضطر أن أنت تلاقي بالمتاح قدامك ودائما المتاح اللي بيلعب بيقدي ياسر وربيع عملوا مباراة أولانية حايلين الجمهور اختار ربيع ما أنا بدي ماتش وياسر في ماتش الهلال دائما ماشاء الله يعني مدافع ومهاجم مساكوا رأس حربة فبقى عندك مجموعة لعيبة في النواحة الدفاعية ما تقلقكش خالص لكن زي ما قلت لك قصة الإصابات هي اللي بتضطر الجهاز الفني إنه هو حد يلعب ما كان حد لكن الاربعة أو الخمسة بصراحة على مستوى عالي جدا من اللي أعرف في ماتش الهلال ماتش الهلال هو نفس التيم اللي فنش مباراة الهلال السعودي هو هو اللي هيلعب به مستر موسيماني مش هيقدر يلعب في التشكيل في حاجة خلص محمد هاني وعلي معلول وعبد المينع مياسر إبراهيم وحمدي وديانج والسولية ومحمد شريف وعبد القادر ويمين هيبقى طاهر مع عودة بيرس طاهر ييمين طاهر كان من أول ملاعب مع مستر ماني بيلعبه بيلعبه بشمال بسياس ظروف هي اللي خلقت أنه يكون متواجد لأن عبد القادر بصراحة متفوق في حتته مع علم معلول عاملين جابها كويسة جدا ودائما بشوف اللعيب الحريف بيفهم اللعيب الحريف لزيه علم معلول من البكات اللفت الحريف اللي عندها كرة هيلة عشان كده مستر مسماني دائما بيرمي أيمن أشرف هو اللي وراء لما يكون أيمن أشرف بيلعب مع بدر بنو عشان يدي الحرية لعلي معلول في النواحي وعلي التواهج كمان لما حامدي يبتدى ينزل طبعا يغطي طبعا تحتهم فبقى مرتاح شوية في النويتين بزبط جابه عبدالقادر ومعلول بشوفها كيميتهم مشى كويس جدا مع بعض عايز تثبت ناحية الشمال يعني بصراحة بشوف طالما الكيمية بتاعت الاتنين دول ماشي مع بعض زي ما كان أيمن أشرف وبدر بنو كيميتهم ماشي مع بعض في فترة طويلة فالجابه دي يعني ماشي كويس جدا فبشوف أنه نفس التيمي اللي مفنش به مبراطل الإله السعودي هو اللي هيبدأ بيه الناحية التانية طاهر طاهر محمد هاني طبعا محمد هاني يعني ما شاء الله عليه لو لا رجليته وفي التمرين الفترات اللي فاتت هاني قاعد فترة كبيرة جدا ما بيلعبش لكن أنه بيجي يظهر في أول مبارا الكاسعالم أندية وبيحرز هدفه وبيكسف فرقته من أحد أسباب المكاسب ويبقى على نفس المستوى بتاعه والقوة البدنية بتاعته فتحسب لي أنه تهي في فترة عشان كده ربنا ندى له ثاني أنه يكون متواجد في مكانه وطبعا بتمنى الشفاء لأكرم توفيق دائما لو عندك اثنين لعيبة تقال جدا في مكانهم تتبقى متطمن وثالثة طبعا وكريم فؤاد طبعا إضافة برضو للنادي الأهلي فتبقى متطمن أنه عندك في كل مكان أكتر من اثنين تلت لعيبة فمحمد هاني يماشي في شكل كواس جدا ومنتخب مصر يحتاجه طرجة بتاعهم الفترة اللي جاية قبل مباراة السنغال لأنه هتفرق معهم جدا لو ربنا قرمنا وكسبنا وصعدنا كاس عالم أن يكونوا متواجدين في كاس عالم هاني وعبدالقادر مكانهم في منتخب مصر محتاجهم نحن نرى أن الجيل بداية جيل دهب جديد طبعا يعني طبعا كل أجيال الأهلي حقات بطولات وكل بس في جيل بيتخلق كده تلاقيه حاجة بره وجوه جيل صغير وخد خبرة خد خبرة لابتين كاس عالم أندية وحقق فيهم برونزية فبقى خلاص عنده حاجة ذلك الخوف ده كسر طيب أروح لقدام بقى قدام الطريقة اللي أنت بتقول عليها التلاتة اربعة تلاتة دي بتفرد على مسماني أنه يقعد أسماء أولا طبعا كلهم إمكانياتهم كبيرة جدا ما نختلفش عليهم وكان لهم دور مهم جدا مع الفرقة الصراع هيكون بين ستة أسماء أو سبعة أسماء تاليما في الحتة دي هيكون صراع قاسي بس هنقول حاجة أن كل فترة لها طريقتها لو شفنا المسم اللي فات النادي الأهلي كان مستر مسماني بلعب اربعة اتنين ثلاثة واحد فكان دايما أفشة متواجد عشرة وفيها بين جنبه كان الشحات وطاهر فأصبح معين فكل مكان ليه متطلبات وزي ما بنقول فبشوف أن فيه حرب طبعا في التلاتة اللي قدام اللي هيلعبوا ممكن نتكلم عن اتنين بس لأن الراس حربة بتاعك عندك شريف وحسام حسن ومحمد شريف هو يعني بشكل أساس الفترة اللي جاي هو اللي هيكون متواجد أكتر مع أن في بعض الأوقات ساعات مستر مسماني بيفجيانا ويدخل بيرستاو ويقدي فيها برضو بشكل كويس لكن بشوف هي الأزمة عند المدير الفني في الهافين عندك في الهافين دول يقل عن 19 لعبة مطالب أنك تختار اتنين منهم وفيه اتنين أعدم بدلة فحرب طبعا كبيرة جدا فالله ينفعون مستر مسماني بس دي بتبقى ميزة المدير الفني عنده اختيارات كتير عايز هاني وطرفين هاني ومعلول ويرجع حمدي بين قدام الستوبرين دي فرقت مع الاهلي جدا هجوميا يعني أنا شايف ان الطريقة دي هجوميا الاهلي محقق مكاسب على كل المستوات وعمل اسكرات ولعب كرة حلوة طبعا نفس الطريقة دي استقر عليها الحمد لله الحمد لله يعني مستر فعل اسكيروش مع منتخب مصر ورغب ان المنتخب بيدوم في كل المراكز تعيبة كويسة الحمد لله انه اختيارات يعني فبطولة طبعا افريقيا كانت كويسة لكن الطريقة دي لم تنجح هجوميا على اطلاق مع كارلوس كيروش نجح الدفاعيان اه ووصلتنا مباراة نهائية اه لكن كرة المنتخب ليست هي الكرة الممتعة الكرة الحلوة التي تقدر تسيطر فيها على المباراة تفرض رتمك تفرض اقاعك لما عندك خطورة هجومية التباين ده رغم انها نفس الطريقة ليه الانسجام طبعا انت مثلا بتتكلم في النادي الآلي لما بيجلعب طبعا نجح الطريقة دي كمان في النادي الآلي اه السولية وحمدي وديانج التلاتة دول هما نجح الطريقة دي السولية وحمدي ومعهم النيني بدل ديانج هم اللي في النص ما عقبتك لحاجة في النادي الآلي ولا ديانج هو اللي فارق؟ ديانج لا ديانج ده لعيب كبير جدا يعني عايز اقولك من اقرد فندرات لا اكيد لا والله انني عمل بطولة والله العيب محترم والعيب كبير ومكافأ من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يكون متواجد في تشكيل متخب افريقيا من 11 لعيب ده تعب في بطولة افريقيا فاتوح على الشمال عمر كمال عبدالواحد على اليمين الاتنين لعبين بطولة ولا احلى ولا اجمل الوينشي وعبدالمنعيم نفس الحكاية انا بشوف برضو المشكلة فين انا مش عارب في النادي الاهلي مثلا بشوف ان في حرية كبيرة جدا بيبقى السولية بيزيد وهو مرتاح وعارف ان ديانج وحمدي مقفلين الدنيا وبيشوف سولية في المنتخب بيسدد كم تزديد على المرمى وفي النادي الاهلي بيسد ويجيب جوان قد ايه في الماتش الفات بتلاقي حمدي فوصة في 18 بيطلع بدناغ وياس ابراهيم بيكمل بيحط جول لا الديفندورات في النادي الاهلي في الزيادة الهجومية بتاعتهم بيخلقوا الفارق مع النادي الاهلي فمنتخب مصر انا كنت بشوف ان فيه تحفز شوية من مستر كروش في زيادة الديفندورات في المباراة امم افريقيا يعني بشوف ان هو ما كانش وغدين ادوار هجومية كبيرة على قد موما كانوا وغدين ادوار دفاعات كتيرة صحيح ماتش الهلال شايفوا ازاي وتوقعاتك للمباراة اللي هتتلعب برا مصر ان شاء الله طبعا بتمنى شاخد لك الهلال جريح لانه خاصرين اول ماتش الاهلي طبعا ما لعبش الجولة الاولى انه كان شارك كاس عالم فتلعب ماتش الهلال وسانداونز والهلال خسر اول 3 نقاط هيستقبل الاهلي على ملعب مفيش شك طبعا مباراة صعبة على الهلال مباراة صعبة على الهلال لان النادي الاهلي جايله بنشوة وفرحة ومحقق برونزيا في كاس عالم اندية واللعيبة في افضل حالتها فبتمنى طبعا النادي الاهلي التوفيق وخلاص طبعا افدنا القصة بتاعة كاس عالم اندية وفتحنا دوري الابطال شكرا جزيلا دوري الابطال فأكيد طبعا مباراة مهمة النادي الاهلي اللعيبة بتبقى عارفة ايه متشارة النادي الاهلي وهي داخل اي بطولة مباراة ان شاء الله اللعيبة تبقى على قد المسئولية وقد المستوى اللي الجمهور بينتظروا منهم دايما ان شاء الله بإذن الله بداية مشوار الحداشر وان شاء الله الحداشر اهلوية شكرا جزيلا شرفت ونوارتك كابتا محمود دايما سعيد بكون متواجد معك مبروك مرة تانية مبروك علينا وعلى جمهور النادي الاهلي ومبروك على كل جماهل النادي الاهلي تحياتي لحضراتكم ونتقبل بكرا ان شاء الله على كل خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة